يوم 2 إبريل من سنة 1968 وقفت بنت شابة أصاد مستشار ألمانيا الغربية كورت كيسنجر وشتمته في مقر البرلمان لكن محدش خد باله فقررت أنها تعمل حركة أكبر بكتير جدا تهز بيها ألمانيا الغربية كلها يوم 7 نوفمبر من نفس السنة راحت تحضر مؤتمر تابع للحزب المسيح الديموقراطي وهو حزب المستشار وهناك انتحلت هوية مراسلة صحفية وتسللت بين الحضور لغاية ما وصلت للكرسي اللي قاعد عليه وفجأة ضربته بالألم على وشه وهي بتسرخ وتقول أنا اسمي بقاتا كلارسفيلد وضربت النهاردة أهم راجل في ألمانيا الغربية لأنه نازي وفضلت تكرر كلمة نازي أكتر من عشر مرات كاملة طب إيه القصة؟ إزاي نازي ويوصل للسلطة في ألمانيا الغربية بعد 20 سنة كاملة من انتهاء الحرب العالمية التانية هو أصلا لسه فيه نازيين مش المفروض يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أعدمت كبار قادة النازية في محاكمات نورنبرج ومش المفروض برضو أنها عملت قانون اسمه اكتثاث النازية يمنع أي مسؤول نازي سابق من الوصول للسلطة في ألمانيا الجديدة أكيد بقى وصلوا بدون علم أمريكا وبدون رضاها لا بعلمها وبرضاها الكامل بل وبتخططها وقصة أمريكا مع النازيين كانت أكبر بكتير جدا من المستشار كيسنجر ومن البنت بقى تكلاريسفيلد معاكم عبدو فايد في حلقة جديدة من بودكاست ألف باب والباب اللي أخبط عليه النهاردة هو باب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أو بالأضغط باب تحالف سري تحالف الشيطان الذي لم يكن أحد على البطلاق يتوقع وجوده بين الولايات المتحدة الأمريكية والنازيين والفاتيكان بطل القصة هو مجرم مختل بمعنى الكلمة واسمه كلاوس باربي وده كان من رجال قوات الاس اس وهي الفرقة النازية الشارسة التي تتولى مهام تنظيف الأرض بعد حملات القصف الجوية المكثفة التي كان يشنها هتلر على الدول المحتلة باربي بدأ حياته كده زابط صغير فوده لقرية هولندية اسمها فيرينجر وهناك استخدم القرية دي كنعمل تجارب لأسليبه في استجواب وتعذيب وقتل المعتقلين السياسيين بس لا كان بيعذب ولا حتى بيقتل بإيده كان مربي كده قافلة وقطيع من الكلاب الألزاسية الشارسة وبيصلطها على الناس تكلهم أحياء في يوم واحد بس الكلاب دي كانت ربعمية وعشرين شخص أحياء وبدأ صيته يسمع والمسؤولين في برلين أعجبوا به فقرروا أنهم يودوا لمنطقة استراتيجية أهم وهي الاتحاد السوفيتي وهناك كانت مهمته الأساسية أنه يتعقب الخلايا الشيوعية المناهضة للوجود الألماني ويبلغ عنها وياخد إجراءات ضدها صيته برضو بدأ يسمع فنقلوه للمنصب الأهم في حياته مسؤول الشرطة السرية أو الجستابو في مدينة ليون الفرنسية وهي مركز ومعقل المقاومة الأساسي ضد الوجود النازي والمنصب ده هو اللي هيغير حياته كلها باربي كان إنسان سادي بمعنى الكلمة يستمد متعته الشخصية من الإيذاء المفرط للآخرين على سبيل المثال كان بيحبس السجناء السياسيين مع الجثس مشوهة ومقطوعة الأوصال عشان يخليهم يجربوا الموت قبل ما الموت يزورهم كان مهووس بفكرة الخنق وياريته حتى كان بيخنق بإيده لا كان بيجيب المساجين ويغمس رؤوسهم في مراحيد مملوئة بالبراز حتى تزق أرواحهم كان بشخصه وبنفسه بيجيب أجهزة المكواس ساخنة ويضعها على باطن أكف وأقدام قادة المقاومة الفرنسية حتى تنصهر لكن اللي له بداية له برضو نهاية والنهاية المرة دي جاءت على أيدي قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لما نفذوا عملية الإنزال الشهيرة على شواطئ النورماندي وبدأوا عملية تحرير فرنسا وهنا ما كانش قدام كلاوز باربي أي خيار آخر غير أنه يهرب من فرنسا ويرجع مرة تانية على وطن الأم ألمانيا لكن زي ما كانت بدايته إجرامية النهاية هتكون أشد إجراما على سبيل المثال هيحط 1200 مسجون سياسي في سجن منلوك بالقرب من مطار ليون ويعدمهم جميعا رميا بالرصاص ولما اضغط العسكري الأمريكي اشتد جدا عليه خد معاه 2000 رهينة وحطوهم في قرية سانجيني لافال في مبنى مهجور وفخخوا بالديناميت وكانت القوة الانفجارية من الضخامة إن الجثس تتناثر على بعد 1000 متر كلاوز باربي كان مفكر إنه بكده هيمحي كل ماضي ومحدش هيقدر يحكمه بعد ما هتلر يقع لكن كان اعتقاده خاطئ جرائمه كانت أكبر بكتير جدا من أن تمحى وسرته أكبر بكتير من أن تنسى في مايو من سنة 1945 انتهت الحرب العالمية التانية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا قسموا ألمانيا إلى أربع مناطق احتلال وبريطانيا وأمريكا تحديدا أطلقوا عملية واسعة جدا لتعقب ومحاكمة كل قادة النازية المتورطين في جرائم في الحرب العالمية التانية وطبعا يعني أخينا كلاوز باربي بفضل جرائمه الشنيعة هيحتل للمركز التالت ضمن القائمة البريطانية الأمريكية المشتركة لقادة الاس اس هيعتقلوه بقى ويحكموه ويعدموه؟ مش بالزبط بريطانيا صحيح هتغطقله لكن فجأة الأمريكان هيدخلوا على الخط وهيطلبوا بتسليمه بحجة أنهم عندهم تقنيات أفضل بكتير للاستجواب واستخلاص المعلومات ومن اللحظة دي تحديدا سيرة كلاوز باربي هتنقطع تماما عن العالم كله للبريطانيين اللي بدأوا تحقيق معاها يعرفوا ولا حتى الفرنسيين اللي عايزينه عشان يحكموه على جرائم الماضي هيقدروا يوصلولوه أمريكا لوحدها هي اللي عارفة السر وهتفضل مخبياه لمدة أربعين سنة طب إحنا هنعرفه إزاي؟ هنعرفه من كتاب شهير جدا اسمه التحالف الأسود صدر الترجمته عن المركز القومي للترجمة للمؤلفين أليكس كوك بيرن وجيفري سانتي كلير والقصة اللي هيحكوها مدهشة بمعنى الكلمة في ليلة 18 أغسطس سنة 1947 وتحديدا في بار في مدينة ميميجن في ولاية بايرن الخاضعة للسيطرة العسكرية الأمريكية التقت نين زباط الأول هو الضابط الأمريكي روبرت تيلور وده كان بيشتغل في وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية المضادة أما الضابط الثاني فكان هو الضابط الألماني كورت ميرك بدأ الاجتماع وتيلور بدأ يشرح لميرك حقيقة الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية داخل ألمانيا الغربية طب إيه هي الأزمة؟ ببساطة جديدة جدا ألمانيا بعد الحرب انقسمت إلى جزئين الجزء الأول هو ألمانيا الشرقية التابعة للاتحاد السوفيتي أما الجزء الثاني فهو ألمانيا الغربية الخاضعة للولايات المتحدة الأمريكية لكن الأمريكان كانوا مرعوبين جدا من فكرة إن الشيوعية تنتقل من الشرق إلى الغرب خصوصا إنهم عارفين كويس جدا إن فيه خلايا شيوعية نائمة في ألمانيا الغربية بس معلومات الأمريكان نقص عنها بشدة الحل جاء من كورت ميرك أول ما سمع الشكوى قال للضابط الأمريكي ببساطة جديدة جدا مفيش قدامكم غير إن انتوا تستعينوا بخبرات الضباط النازيين السابقين وأهمهم هو كلاوس باربي الموجود دلوقتي في سجنكم روبرت تيلور أول ما رجع المكتب رفع سماعة التليفون وكلم مباشرة القادة العسكريين الأمريكيين في واشنطن واستأذنهم إنه يبدأ تعاون مع كلاوس باربي وبربي ما أصرش دلت ضابط الأمريكي على كل أماكن اختباء القادة الشيعيين اللي يعرفهم والحملة كانت نجحة جدا ساعتها القرار جاء من واشنطن مباشرة من مقر المخابرات المركزية الأمريكية CIA في الأنجلي إن كلاوس باربي من دلوقتي أصبح عميل سري رفيع المستوى في جهاز المخابرات الأمريكية والماضي النازي بتاعه لازم يتمسح بأستيكا من اللحظة دي انتقلت المسئولية عن كلاوس باربي من الاستخبارات العسكرية إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبدأت عملية تأمين باربي الاستخبارات الأمريكية بعتت جابت أسرته ووفرت لهم إقامة شاملة في أحد فنادق مدينة كاسل ومش بس كده كانوا كمان بيكرموا باربي ويددولوا مرتب بس مش في صيغة فلوس لا في صيغة سكر وسجائر وبنزين وأدوية هو ياخدها يبيعها في السوق السودة يحقق أرباح ويصرف على أسرته والعملية بالنسبة للطرفين كانت مربحة أنا بديكم معلومات وانتم بتوفروا لي الحماية والأمان والدنيا كانت مشية تمام لغاية ما حصلت مفاجأة بدلت كل شيء الاستخبارات الفرنسية أرسلت جوابا إلى نظيراتها الأمريكية بتقول لها في بساطة إحنا بقى عارفين إن كلاوس باربي موجود في قلب المنطقة العسكرية الأمريكية وعايزين نسترده عشان نحاكمه وقتها الأمريكان حسوا فعلا بالخوف لأن فكرة إن كلاوس باربي يترحل ويتعدم دي خسارة كبيرة جدا لأحد أصولهم التجسسية الكبيرة في أوروبا ومش بس كده لأن كلاوس باربي كان عنده معلومات كبيرة جدا عن كل شبكة الجواسيس السرية التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا بعد الحرب العالمية التانية وبالأخص في فرنسا لأن أمريكا للمصادفة يعني كانت بتتجسس كمان على حلفتها فرنسا على الرئيس دي جول والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي فمش هتكون بس خسارة لا خسارة وفضيحة وكان لازم أمريكا تتصرف والحل إنهم يخرجوا كلاوس باربي من أوروبا إلى أحد المناطق التي تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مشاكل مع الشيوعيين إيه هي المنطقة؟ أمريكا اللاتينية طب منها يخرجوا؟ أمريكا طبعا ما ينفعش تخرجوا لأنها خايفة إن اسمها يتفضح لو العملية تكشفت وتبقى فضيحة ثلاثية الأبعاد الحل لازم يلاقوا وسيط هل هيكون مثلا مهرب بشر عادي؟ لا الوسيط كان أحد كبار قادة الكنيسة الكاثوليكية داخل أوروبا وده هيخلينا نخرج شوية من ألمانيا ونسافر لمنطقة تانية وهي البلقان إحنا سمعنا اسم منطقة البلقان كتير جدا في التسعينات أيام حربي البوسنة وكوسوفو وبالأخص في الإبادة التي تغرد لها المسلمون على يد الصرب في سرب رينيتشا وطبعا كلنا فاكرين أسماء قادة التحرر الوطني المسلمين وعلى رأسهم علي عزب بيكوفيتش لكن تاريخ منطقة البلقان في الإبادة يعود إلى أبعد من ذلك بكثير وتحديدا إلى الحرب العالمية التانية باختصار شديد البلقان فيها عرقيتين كبار الصرب والكروات والاثنين مسيحيين لكن الصرب ينتموا إلى المذهب الأرثوذوكسي الشرقي والكروات ينتموا إلى المذهب الكاثوليكي في الخرب العالمية التانية حكم كرواتيا نظام فاشي موالي لهتلر وموسيليني وكان هذا النظام اسمه الأستاتشي ويحكمه ديكتاتور اسمه أنتي بافليتش أنتي بافليتش كان متطرف في مسيحياته الكاثوليكية وكان عايز يحول كرواتيا كلها والبلقان إلى أمة كاثوليكية ملتزمة فبدأ حمل التصفية شارسة ضد الصرب راح ضحياتها ما يزيد عن 320 ألف إنسان مين بقى اللي كان بيدعم الدكتاتور أنتي بافليتش في الإبادة؟ الإجابة هي أكبر قلعة كاثوليكية في العالم الفاتيكان الفاتيكان أرسل أحد كبار القصاوسة إلى كرواتيا وهو الأب كورونوسلاف دراجانوفيتش وده كان مسؤول عن التوعية الروحية للجنود الكروات بالإضافة إلى توطين الكروات في المناطق التي يهجر منها الصرب بس كده؟ لا كان مسؤول عن مهمة تالتة وهي غسيل الأموال ياخد الدهب والفلوس الغرقانين في دم الصرب ويغسلهم في أنشطة مشروعة طب إزاي هو كان رجل أعمال؟ لا رجل الأعمال الأكبر هو الفاتيكان اللي كان عنده حصة حاكمة في أحد أكبر البنوك الإيطالية وهو بنك الأمبروزيانو الفلوس تروح هناك تتغسل باسم الصليب وتخرج زي الفل بالمناسبة يعني بنك الأمبروزيانو هيكون حديث الصخافة العالمية سنة 1982 لما تنكشف صلاته بغسيل أموال عصابات المخدرات الكولومبية في كالي ومدير البنك روبرتو كالفي هيقتل وهيلقوه مشنوق تحت كوبري ودي قصة كبيرة جدا هنحكيها في حلقة تانية لكن المهم سنة 1945 هيسقط نظام الأستادش بعد نهاية الحرب وهيحصل جيرانه في ألمانيا وإيطاليا يعمل إيه بقى الأب درجانوفيتش؟ يلم شنطته وحكته ويرجع مرة تانية على الفاتيكان يكتفي بقى بالجرائم اللي عملها قبل كده ويسكت؟ بالتأكيد لا لكن اللي فيه ده ما بيبطلوش الأب درجانوفيتش لما رجع مرة تانية على الفاتيكان بدأ في عملية تهريب مجموعة من أخطر المطلوبين النازيين كان من أبرز الأسماء اللي هربها الكولونيل النازي هانز غودل وادع للأرجنتين وهناك أصبح الساعد الأيمن للديكتاتور خوان بيرون وساعده في بناء القوى الجوية الأرجنتينية أما الاسم الثاني فكان الدكتور كارل فيرنت وهو طبيب عديم الرحمة كان مشهور بإجراء عمليات الإخصاء الكيميائي على المساجين السياسيين في أوروبا وبرضو راح للأرجنتين وأصبح رئيس هيئة الصحة العامة في العاصمة مين بقى اللي كان شايف كل ده مبسوط جدا الاستخبارات الأمريكية اتنين من زباط السي اي اي وهما بوليون وجيمسي ميلانو التقوا بالأب درجانوفيتش وطلبوا منه تهريب كلاوس باربي إلى أمريكا اللاتينية بنفس الطريقة والأب درجانوفيتش ما كدبش خبر خاد كلاوس باربي من إيده وادع على منزل آمن أو سيف هاوس في العاصمة النمساوية في ينة وقال له قدامك سنة واحدة بالظبط ومطلوب فيها منك إنك تتعلم اللغة الإسبانية بكفاءة شديدة والحاجة التانية إنك تخترع لنفسك كده هوية مزيفة وتندمك في المجتمع النمساوي على سبيل التجربة ومن يعني سخريات القدر إن كلاوس باربي لما جيه اختار لنفسه اسم جديد اختار كلاوس ألتمن ألتمن كان لقب أحد ضحايا اللي قتلهم خنقا في مدينة ترير وطبعا وظيفته المزيفة كانت ميكانيكي وبعد سنة واحدة بالظبط جالوا تاني لأب درجانوفيتش وادالوا 8000 دولار وخدوا من إيده وخطوا علامات نسافينة طلعة من أحد الموانئ الإيطالية على فين يابونا على الأرجنتين زي اللي سبقوني لا التعليمات المرادة جاية لي إنك تروح على بوليفيا وشعب فقير هيدفع التمن مروا على الأن كلاوس باربي وصل إلى بوليفيا يوم 23 إبريل سنة 1951 وهناك استقبله الأب الكاثوليكي أوسفالدو توت وده برضو بالمناسبة كان مجرم سابق ساعد النازيين في الحرب العالمية التانية قبل ما يهرب على أمريكا اللاتينية تحت اسم مستعار وهو روجماك المهم أخينا أوسفالدو توت بما إنه قديم يعني في بوليفيا ويعرف كل طرقها ومسالكها فهو قام بمساعدة كلاوس باربي على بداية حياته العملية داخل بوليفيا خد وده المنطقة نائية اسمها سانتا كروز وقال له تقعد هنا سنة سنتين ما تتحركش ويتشتغل في المحل ده محل تقطيع أخشاب الأشجار وبالفعل كلاوس باربي نفس تعليماته سنتين من الخمول وبعدين قرر أنه يخرج من المنطقة النائية دي إلى العاصمة البوليفية ويختلط بالدوائر الأجنبية وبالأخص بين أبناء بلده الأصليين الألمان وحظه كان حلو لأنه تعرف على مواطن من أصول ألمانية وما كانش شخص عادي ده كان أحد أشهر محقق الشرطة في ألمانيا النازية واللي استجوب بنفسه أحد أشهر الخلايا التي قادت محاولة انقلاب ضد هتلر وهي خلية الوردة البيضاء التي كانت تقودها الطالبة سوفي شول هذا المحقق اسمه هاينزي فولف ولما عرف ماضي كلاوس باربي قال له أنت مكانك مش هنا أنت مكانك مع دوائر السلطة والقرار وخده بنفسه وعرفه على الرئيس البوليفي فيكتور اسنسرو وده كل اللي المخابرات الأمريكية كانت محتاجة الرئيس البوليفي في بداية حكمه كان مؤيد قوي جدا للولايات المتحدة الأمريكية لكن فجأة خرج عن طوقها وتحالف مع اليسار في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال رفض تماما مسألة قطع العلاقات مع كوبا اللي هي العدو الأول لأمريكا والحاجة التانية أنه رفض إرسال الجيش لقمع العمال المضربين في أحد مناجم القصدير البوليفية المملوكة أصلا لشركة أمريكية إنما الخطوة الأخطر اللي خدها أنه خلال ستة أشهر فقط كان ناوي يؤمم كل الشركات الأمريكية في بوليفيا وده اللي واشنطن ما كانش ممكن ترضى به لأنها عارفة كويس جدا أن أهم وأخطر منطقة جغرافية في العالم بالنسبة لها هي أمريكا اللاتينية وانتشار الشيوعية في واحدة من دولها هيؤدي بعد كده إلى وصول الأفكار الشيوعية إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فكان لازم تتصرف والحل جاء من وكالة المخابرات المركزية التي أرسلت على الفور إلى العاصمة البوليفية لاباز أحد أمهر ضباطها وهو الكولونيل إدوارد فوكس هيقابل مين؟ بالتأكيد كلاوس باربي وهيكلف باربي أنه يبقى ظابط الاتصال يعني هياخد الفلوس من المخابرات الأمريكية ويديها لواحد من الجنرالات البوليفيين اللي هيقوده عملية انقلاب على الرئيس الحالي وكان اسم الجنرال ده ريني بارينتوس أورتونيو وبالفعل سنة 1964 نجح الانقلاب العسكري وسقط الرئيس إسنسرو وسوف تبدأ حقبة شديدة السواد على بوليفيا لكن المرة دي أمريكا مش هتسيب أي حاجة أبدا للصدف خوفا طبعا أن ييجي جنرال جديد ويكرر المأساة وينقلب على مصالحهم هتفرض سيطرة مطلقة على الجيش البوليفي وهتجيب 1600 ضابط منهم واتضربهم جوة الولايات المتحدة ولما يرجعوا إلى بوليفيا هتعين 23 منهم على رأس كل القطاعات الاستراتيجية داخل الجيش طب ده بالنسبة للجيش بالنسبة بقى للأمن الداخلي الولايات المتحدة هتشترط على قائد انقلاب الجنرال أورتونيو أنه يعين كلاوس باربي في وزارة الداخلية وتحديدا القطاع الرابع المختص بمكافحة حركات التمرد المحلي أيوة يعني منها يتمرد فئتين الأولى هي عمال المناجم اللي عايزين خير بلادهم من الشركات الأمريكية اللي محتلاها والتانيين هما السكان الأصليين أو ما يطلق عليهم يعني مجازا الهنود الحمر اللي عايزين برضو يتساووا مع المواطنين البوليفيين من أصول أوروبية ودول تكفل بيهم كلاوس باربي خلال ثلاث سنوات فقط قتل منهم 2600 شخص معظمهم نشطاء وبكده استتبت له السيطرة بالكامل وده اللي سهله بعد كده أنه يبيع الثروة النفطية البوليفية لشركة واحدة فقط خدت حقوق الاحتكار وهي شركة جالف أويل الأمريكية رغم كل الجرائم دي لسه دوره الأكبر مجاش الولايات المتحدة الأمريكية كانت عايزة تهرب أسلحة لدعم الأنظمة الدكتاتورية الموالية لها في أمريكا اللاتينية بس دي عملية مشبوهة جدا وقدرة فكان لازم تتم فيه سرية شديدة بعيدا عن رقابة الكونجرس وأعين الصحافة والرأي العام مين اللي يتولى المهمة؟ بالتأكيد النازيين أشرح لك شركتين كبارها يتأسسوا واحدة في عاصمة ألمانيا الغربية بون وهي شركة اسمها ميركس ويرقصها الجنرال النازي أوتس كورتسيني أما الشركة التانية طبعا فهتكون في العاصمة البوليفية لباز ومش محتاجين نقول مين المالك بتاعها لأنه كما هو متوقع كلاوس باربي وسمى شركته ترانس ماريتانيا الشركتين دول كانوا متخصصين كده ظاهريا في تجارة البون لكن في حقيقة الأمر كانوا يستخدموا لتمرير الأسلحة الأسلحة بتيجي منين؟ من مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في لانجلي بتتشحن وتروح على عاصمة ألمانيا الغربية ومن هناك بتروح على بوليفيا يستلمها كلاوس باربي ويبدأ يوزعها على كل ميليشيات المرتزقة المؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية في أربع دول باناما، نيكاراجوا، هندوراس، وجواتيمالا كم قطعة سلاح تم تهربهم عبر الوسطاء النازيين؟ تخيل، اتنين وستة من عشرة مليون قطعة سلاح الدنيا كانت ماشية تمام وزي الفل لغاية ما هتحصل مفاجأة دامية طيارت الجنرال أورتونيا وهو الديكتاتور البوليفي هتتحطم ومش دي المشكلة لأن في مشكلة أكبر وهو إن الشخص اللي هيمسك السلطة مكانه كان جنرال وطني جدا اسمه خوان تورس والرجل ده أول ما مسك السلطة ما تأخرش فوق دون سنة واحدة بس قام بإقصاء كل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية طرد المستشارين العسكريين الأمريكيين والشركات الأمريكية العاملة في مناجم القصدير وألغى رخصة النفط الممنوحة لشركة جالف أويل وكأنه بالضبط كان يوقع على وثيقة إعدامه الشيطانك لاوز باربي هيظهر بواجه القبيح مرة تانية وينفذ عملية انقلاب دموية تطيح بالرئيس الوطني وتجيب مكانه جنرال دوميا في يد الولايات المتحدة الأمريكية واسمه هوجو سوارز وطبعاً الولايات المتحدة الأمريكية كفقته ورأته من مجرد زابط صغير في وزارة الداخلية البوليفية إلى كولونيل كبير في الجيش البوليفي مرة واحدة ومش هيرحم حد نفس اللي كان بيعمله في ألمانيا النازية هيعيد تكراره مرة تانية في بوليفيا هيأسس فرق اسمها خطاب الموت ودي كانت نسخة بالضبط من قوات الاس اس النازية وكانت عبارة عن مجموعة من الجنود المرتزقة عادي من الرحمة اللي نفذوا أكتر من 3100 عملية اغتيال في حق المعارضين السياسيين خلال الفترة ما بين عامي 1971 و1978 كده الأمور شكلها هادية شوية لا لأن أمريكا هتواجه نوعية مختلفة من المشاكل الأولى أن الرئيس هوجو سوارس ده مجرد شخصية ضعيفة لا تحظى باحترام الجنود ولا الضباط ولا حتى الرأي العام أما المشكلة التانية فهي أن الشعب البوليفي خلاص زهق وبدأ يخرج في مظاهرات ولو كانت محدودة شوية كده ضد الهيمنة الأمريكية وضد الرئيس البوليفي إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر قالت احنا نفكر في حل جديد إيه هو نعمل انتخابات وهو منها أن احنا نهد الرأي العام شوية ونقول أن فيه ديمقراطية وحرية جاية في الطريق وهي كده كده الانتخابات بتاعتنا وهنزورها من الأول وهنجيب برضو الجنرال هوجو سوارس في الآخر لكن اللي حصل لم يكن متوقعا على الإطلاق أن الانتخابات رغم التزوير كانت تشير كل نتائجها الأولية إلى أن الجنرال هوجو سوارس هيخسر بفارق كبير جدا لصالح مرشح اليسار هيرمان سيلس وهنا أمريكا اتدخلت وقالب بقى لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا حرية ولا يحزنون لم يابني أنت هو الديكور دا كله إحنا هنلغي الانتخابات لكن اللي أمريكا ما عملتش حسابه هو رد فعل الشعب البوليفي اللي خرج لمدة سنتين كاملين في مظاهرات كاسحة لم تنقطع والرد الأمريكي عليهم هيكون مدمر بمعنى الكلمة كلاوس باربي بدأ حملة لإشاعة الرعب في كل أرجاء بوليفيا للت 17 أغسط سنة 1980 انطلقت فرقة خطاب الموت وبدأت في إغلاق الجامعات وتفجير الصحف وكذلك احتلال مقرات كل النقابات العملية والأهم أنهم اعتقلوا أهم زعيم سياسي معارض في بوليفيا وهو القائد العمالي مارسلو كيروجا يعملوا فيه إيه؟ يحرقوا أعضاء التناسلية ويقطعوا إيدي ورجليه وبعدها يحرقوه حيا والمرة دي كلاوس باربي لن يكتفي لنفسه بمنصب زابط صغير كده في وزارة الداخلية ولا حتى كولونيل كبير في الجيش البوليفي لا سيتولى بنفسه مهام قيادة مدرية الأمن الداخلي عشان يطبق كل استراتيجيات الرعب اللي هو عايزها وبدأ بالفعل في اعتقال أزيد من 20 ألف معارض سياسي ومصرهم كان مشابه لمصير المعارضين السياسيين في الأرجنتين اللي هو إيه يعني؟ بيحطوهم في الطيارات الهليكوبتر ويرموهم من ارتفاع 2300 قدم جوه الغابات ويموتوا أحياء لكن المختلف عن كل مرة هو التمن اللي طلبوا كلاوس باربي من الأمريكيين أنا بق لا عايز سلطة ولا ثروة ولا مناصب أنا عايز حاجة واحدة بس ثمنا لخدماتي اللي هي إيه؟ الكوكاين وألقى على الأمريكيين خطبة عصماء ده أنا اللي بحكم البلب من 40 سنة وأنا اللي بق مع كل حركات التمرد وأنا اللي أمنتلكم كل ثروات بوليفيا من المنجنيز ومن القصدير ومن البترول والأهم أنا اللي سلمتكم أهم راس بتهدد وجود أمريكا في أمريكا اللاتينية من هي الراس اللي سلمها؟ تشي جيفارا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريتشارد هولمز كان عنده معلومات خاطئة تماما بشأن تشي جيفارا كان يعتقد أن الزعيم الكوبي في ديلكاسترو قام بتصفية تشي جيفارا في أحد الخلافات السابقة بينهما وكمان ما كانوش لقيين أي أثر لتحركات جيفارا المعتادة على الرادارات الأمريكية فاطمينوا إن مات وإنهم خلاص خلصوا من همه لكن فجأة هتيجي معلومات مختلفة تماما من كلاوز باربي هيرفع سماعة التليفون ويكلم مقر قيادة السي آي اي في الأنجلي ويقول لهم المفاجأة أن تشي جيفارا ما يزال حيا وأنه فقط هاجر من بوليفيا إلى إفريقيا وتحديدا إلى دولة زائير اللي هي اسمها دلوقتي بالمناسبة لكونجو الديموقراطية وقاعد يدرب العمال والفلاحين على التكنيكات لمقاومة استبداد الدكتاتور مبوته وبعد شهور تانية رجع باربي وبلغ الأمريكان إن تشي جيفارا رجع إلى بوليفيا ومستقر في الجبال عشان ينظم حركة تمرد بين الفلاحين ضد الجيش البوليفي وده كل اللي السي آي اي كانت محتاجاه معلومات من كلاوز باربي عن التحركات الميدانية لتشي جيفارا ياخدوها ويسلموها لقيادة الجيش البوليفي وتحديدا إلى جنرال دموي اسمه أوباندور كانديا وللأسف الشديد كانديا بنفسه هو اللي هيقتل تشي جيفارا وهيقطع كف إيده وياخده كتذكار وكمان هيهد الظابط الأمريكي المسؤول عن العملية في واشنطن واسمه فليكس رودريجز ساعد جيفارا وآخر كيستابغ كان معاه وبكده قدر كلاوز باربي إن يقنع الأمريكان بقى حقيته في تجارة الكوكاين سواء مع الكولومبيين أو في إقامة معامل داخل بوليفيا لتصنيعه لكن الأمنية اللي تمناها كلاوز باربي هي برضو اللي هتكون السبب في نهايته المستحقة أمريكا سابته انت الكوكاين براحتك لكن كلاوز باربي اتجنن بمعنى الكلبة 80% من نبات الكوكا الذي كانت تستخدمه عصابات المخدرات الكولومبية في ميدلين وهي عصابات بابلو اسكوبار بالطبع كانت تزرع أصلا في بوليفيا مش بس كده 70 ألف عائلة بوليفيا كانت تعمل في زراعة وصناعة الكوكاين وبرضو مش بس كده الانتاج البوليفي من الكوكاين ارتفع من 20 ألف طن سنويا إلى 60 ألف طن مرة واحدة وده خل عائدات تصدير الكوكاين من بوليفيا توصل ل3 مليار دولار سنويا وده رقم عشان تدرك ان هو ضخم ازاي ده كانت بيعادل 3 أضعاف صدرات بوليفيا من كل الموارد الطبيعية طب مين بقى اللي كان بيستورد الانتاج البوليفي 80% من هذا الانتاج كان يباع داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومش بس كده كان بيباع بوفرة لأن سعره قال من 1500 دولار للكيلو إلى 200 دولار فقط وطبعا هنا أمريكا لازم تدخل احنا ما عندناش مشكلة طبعا الضرر يلحق بالشعوب الأخرى يعني أراضيها تحتل وخيراتها تنهب ورجالها تقتل وشبابها يدمن لكن بالنسبة للشعب الأمريكي ده خط أحمر وهنا لازم نتصرف ضد كلاوس باربي فاكرين البنت اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة وهي بقاتك لارسفيلد اللي ضربت مستشار ألمانيا الغربية كورت كيسنجر بالقلم على وشه بعد ما اكتشفت مضيه النازي وأنه كان موظف رفيع المستوى في وزارة الدعاية والإعلام النازية بقيادة جوبلز أهي البنت دي هتكرس كل حياتها اللاحقة في تتبع ملاحقة المجرمين النازيين الهاربين من العدالة وبالأخص كلاوس باربي وهتقدر توصل لمكانه في أمريكا اللاتينية في بوليفيا وهتبلغ الاستخبارات الفرنسية اللي هتكلم بدورها نظيرتها الأمريكية وتطالب بتسليمه وأمريكا في الغدر ما بتتوصاش أمريكا هي التي تخلت عن المقاتلين الفيتناميين الجنوبيين اللي ساعدوها في الحرب ضد فيتنام الشمالية أمريكا بعد كده هي اللي تخلت عن الخاونة من سكان لاوس اللي ساعدوا السلطات الأمريكية في قصف بلدهم لاوس بأكتر من 2.5 مليون طن متفجرات في أكبر قصف جو يعرفوا البشر في تاريخه في القرن العشرين وثابتهم مرميين في الكهوف والجبال وحتى الآن المتبق منهم على قيد الحياة وأولادهم وأحفادهم عجزين أنه هما يخرجوا ويندمجوا مرة تانية في الحياة بعد نص قرن من العزلة وطبعا محدش فينا هينسى المناظر اللي شفناها من سنتين في أفغانستان لما الناس تعلقت في ذيول الطيارات الأمريكية وكلاوس باربي مش هيكون استثناء عن الغادر الأمريكي برجالتهم بعد ما يختموهم وسنة 1983 هيسلموه لفرنسا اللي هتحكمه وهيتسجن مدى الحياة وحتى وفاته في نفس السجن الذي قتل فيه أسطورة المقاومة الفرنسية جان مولان في ليون وبكده تكون قصة كلاوس باربي كمجرم انتهت لكن قصته كانت دايما أكبر منه بكتير جدا قصة كلاوس باربي هي القصة الأمريكية الكلاسيكية قصة أمريكا التي تدعم جهارا نهارا في الإعلام وكل صباح الديمقراطية وفي الليلة وفي الخفاء تجهد أي شكل ديمقراطي في أي دولة في العالم ممكن يؤدي إلى عملية سياسية تعارض المصالح الأمريكية والقصص بس بالمناسبة مش هي كورت كيسنجر في ألمانيا الغربية أو كلاوس باربي في بوليفيا لا السجل الأمريكي حتى في أوروبا أكبر من كده بكتير يعني على سبيل المثال أمريكا هي التي دعمت انقلابا عسكريا شهيرا في اليونان سنة 67 فقط لأنها عايزة تقهد وصول اليساريين إلى السلطة أمريكا نفسها في إيطاليا هتعمل محاولة انقلاب سنة 70 وكانت عايزة تجيب مين للسلطة كانت عايزة تجيب أدميرال في البحرية الإيطالية الفاشية أيام مسوليني واسمه الأمير بورجيزي لكن في النهاية الانقلاب فشل والحمد لله وبعد كده أمريكا هتقيم 8 قواعد عسكرية في واحد من أحقر الأنظمة الديكتاتورية في العالم في القرن العشرين نظام الجنرال فرانكو في أسبانيا والجنرال فرانكو لا شك في فاشياته ونازياته مجتمعين يعني الرجل ده الوحده قتل وهجر وشرد أكتر من مليون إنسان في إقليمي كتالونيا والباسكة في الحرب الأهلية الإسبانية من سنة 1936 لسنة 1939 بمعاونة الطيران النازي والمشاء التابعين لموسوليني ومع ذلك أمريكا لم تجد أي غضادة في التحالف معه بعد نهاية الحرب العالمية التانية طالما يعني هيقتل أعداءنا اليساريين ومش بس قصة أمريكا الوحدها لا كمان قصة الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان اللي تعاونوا في ضعم أنظمة فاشية في الحرب العالمية التانية وهربوا مجرمين نازيين بعد نهاية الحرب ووصلت درجة انعدام الأخلاق إلى أن الكنيسة الكاثوليكية سهمت في صرقة الأطفال من أهليهم فقط لأنهم ينتموا إلى أسر يسارية والحالة الأبرز والأشهر في إسبانيا في عهد الجنرال فرانكو لما سرق أكتر من نصف مليون طفل أسباني من أسرهم ذات الميول اليسارية بمجرد ولادتهم وتم بيعهم أو إهداءهم لأسر كاثوليكية ملتزمة وكانت العمليات بتتم تحت إشراف الجنرال فرانكو والكنيسة الكاثوليكية والأطباء المتعاونين معها وكان أشهر اسمه وطبيب كاثوليك المتعصب اسمه إدواردو فيلا والأهم إنها قصة شعب دفعت تمن مره وعلقا فقط لأنه طالب بحقه أنه يقرر مصيره قصة بوليفيا اللي كتير مننا ما يعرفهاش بوليفيا واحدة من أفقر دول أمريكا اللاتينية رغم ثراءها بوليفيا اللي كان ممكن تتحول إلى واحة غناء لكنها تحولت إلى مقر لإنتاج المخدرات بوليفيا اللي فضل شعبها مقهور وممنوع من استخدام مواردو الطبيعية لغاية سنة 2002 لما الناس ضجت وزهقت وخرجت في مظاهرات مليونية من مدينة إلقالتو وصولا إلى العاصمة لباز وأنه احتكار الشركات الأجنبية زي بريتش بتروليوم وإكسن موبل وتوتل للثروة الغازية والنفطية البوليفية وجابوا على أكتفهم سنة 2006 والأول مرة رئيس من السكان الأصليين وهو إيفو موراليس القصة كلها هي قصة الولايات المتحدة الأمريكية قصة الخير والديمقراطية لينا والشر والديكتاتورية والطغيان والقهر للآخرين طالما مصالح أمريكا محفوظة ولو على كثس الملايين ورقاب الملايين كنت معاكم عبدو فايد من بودكاست ألف باب لو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر